ربنا المنتقل ربنا المنتقل احنا رحنا الاسبوع ده حي عملنا جولة تاخل مجمع اسمه مجمع الخدمات المتكملة بحي اسمه حي الأصمرات حي الأصمرات ده جزء كبير من الحي ممكن 95% منه ده كان ناس عايشة فيه عشوائيات وكانت ناس عايشة الحي فيه مناطق خطرة بنيت لهم هذه المساكن وتم تحولهم كلام ده كان فيه 2014 تقريبا بنيت هذه المساكنة يعني نقول في العشر سنين اللي فاتوا مئة ألف أسرة انتقلت إلى حي الأصمرات لما زملائي الحي قالوا ان احنا يعني فيه خضم التحقيقات الخارجية اللي احنا بيعملها كده فيه مجمع اسم مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأصمرات عايز أقول لحضراتكم انه البلد دي فيها حاجات حلوة كتير قوي 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 ايه عبنا عبنا الوحيد ان احنا بنلجأ إلى او نرتكن إلى ما شاهدناه في السابق ونرتكن إلى بعض الأخبار المغلوطة ونرتكن إلى تقرير اتعامل هنا وخلاص وتقرير اتعامل هنا وخلاص لكن اللي احنا شفناه في مجمع الخدمات المتكاملة دول سيدات فضليات حضراتكم قد شوفوا التقرير بعد ساعة الربع من الآن دول بعض خلينا انا مش عايز اسمي اسمها لكن المسئولات عن هذا التجمع أو هذا المجمع دول سيدات النادوة اسمها ندوة الارشاد الاسري هل النادوة دي موجودة كل يوم أيوة النادوة دي موجودة حضرتك بتقول ان في حي الاسمارات في ندوة بتقام جوه جوه المجمع او جوه مجمع الخدمات المتكاملة اسمها ندوة الارشاد الاسري او الله العظيم يا فندم ندوة اسمها ندوة الارشاد الاسري فيه سيدة هنا بتتكلم بتقولك إنه المجمع مش أخرى عليهم في حاجة طب إنتوا عشان إحنا جايين فأنتوا بتتكلموا هذا الأمر قالت لك لا إطلاقا برضه دوقت هتسمعوا في التقرير يعني أنا كنت أتمنى يكون ده الجزء ده معنا فتاك الأستاذة جهاد اللي موجوده قدام حضراتكم دي دول من زور القدرات الخاصة الأستاذة جهاد ومن مع الأستاذة جهاد بيقومنا بعمل رائع بيقومنا بعمل رائع إنهم عندهم الصبر بيتعلموا الباترون هنا زوال أرجوكم ركزوا في حلاوة مصر ركز في الجزئية دي لأن الجزئية دي غيبة عن الإعلام بصورة ما اللي يقولك مشاكل وانت بتصري للمشاكل جبلوا الحلويات دي جبلوا الحلول دي جبلوا الإنسانيات دي يعني أنا عندي جزء أي برنامج دلوقتي حضرتك هتسمعه وأي موزيع هيطلع حضرتك هتسمعه هيقول لك الدولار والحزمة الحزمة القرارات اللي أطلقها سيادة الرئيس مبارع اللي هي الحزمة الاجتماعية اللي هنجلها بعد شوية وموضوع الوضع الاقتصادي والأسعار وأجمل ما في الدولة المصرية وأنا قلتها مبارع اللي السبوع اللي فات إنه مشاكلنا متاحة بنتكلم فيها ما فيش إعلام النهاردة هتيجي تقول له ده أنا عندي مشكلة أقول لك بشكل لا كله بيتكلم كلها بيتكلم عن عزمة اقتصادية بتتكلم عن مشكلة الدولار بيتكلم بيطلع رئيس الدولة بنفسه بيتكلم عن هذه المشاكل ومعادش فيه حد بيدالي حاجة يعني المشاكل بتاعتك بقت متاحة والحلول بتاعتها إن شاء الله بإذن الله تكون يعني متاحة أو قابلة للحل إن شاء الله في الفترة الجاية لكن ولا باتكلم في عندنا حاجات عظيمة هذه السيدة هؤلاء سيدات الفضليات سيدة نيفين هشام ومدير مكتب خدمات المجمع أو التأهيل وزملتها السيد زمانار محمد شكرا عبد العليم إن أنت حفظ الأسماء الله يكرمك عبد العليم بشكرك عبد العليم عبد العليم عامل معنا مجهود الأيام دي الحقيقة يفوق الوصف زمينا العزيزة عبد العليم إبراهيم لازم أشكرك عبد العليم أشكرك شكرا جزيزة على المجهود اللي أنت بتقوم بيعبد العليم حقيقة يعني الزملاء والزميلات دي هند ميت يعني بالإيد معظم الحاجات دي باليد معظم ده أوبن داي يعني يوم مفتوح كده موجود مرتين في الشهر بيعقد في هذا المكان بيجي الناس يبيع البضاعة بتاعتهم طبعا باين قوي إنه هوانم بيبيعوا رجال محترمين بيبيعوا الموضوع مش واقف على إنه لأ دي دي مهنتهم دا جمالهم دا الطريق بتاعهم الفكرة إنك إنت في الأول والآخر بتحاول تعطي صورة والصورة دي اللي أنا بنقينها لحضرتك دلوقتي إن أنت عندك حاجات حلوة كتير لازم حتى تاخد بالك منها في بصوا حضرتكم ارجعوا لي للنادوة دي تاني وإحنا قبل التسجيل عادنا معاهم في آه بيشتكوا من من الأسعار بيشتكوا من المشاكل الاقتصادية اللي إحنا بنشتك منها كلنا حتى وهم بيقولوا بيقولوا إحنا إحنا يعني نفسنا بس موضوع الإيجار بتاع الشقة والإيجار كامل ست الكل قالي 350 جنيه وبتاع وكلام من ده فبتقول لي هو أنت ممكن تتكلم في المسألة دي قلت لها أتكلم ما أتكلمش ليه لكن أنا مش صاحب قرار أنا أتكلم في المسألة دي فيه رئيس حي الأصمارات فيه المسؤولين عنده فيه لكن أنا مش عايز معليش يعني أطلع قولك لا الانضباط فيه ما خارج الألفاظ مطلوب لأنه أنا الحكاية كلها أنه الناس دي عندها مشاكل اقتصادية زيهم زي أي مواطن في الدولة فبتقول لك أنه أنا مش قادرة أدفع 350 جنيه كويس هاوي تعالى فيه رئيس حي الأصمارات تعالى رئيس الحي قولي الكلام ده واحد اثنين ثلاثة أربعة وطبعا التقرير ده هيوصل لرئيس الحي وانت بتتكلم على مشاكلهم قلتلهم لكن المجمع هنا أخباره إيه ولا واحدة من هؤلاء السيدات قال كلمة تقلل من قيمة التجمع ولا قيمة المجمع ولا قيمة اللي بيحصل في المجمع ولا قيمة اللي بيقدم في المجمع هذه السيدة المحترمة من المطارية جاد تديهم ندوة عن الإرشاد الأسري هتلاقوا هنا علاج الإدمان في حي الأصمرات وفي غير حي الأصمرات المدمن واللي بيعاني من الإدمان بيتعالج ببلاش هتلاقى هنا ندوة عن عن العنف الأسري لو في حتة كده والمرأة المعنفة في حتة كده كانت حصلت في مسلسل الأستاذ نيلي كريم في فتن أمل حربي بتاع زمينا العزيز أستاذ براهيم عيسى كانت أنه حصل أنه زوجها بيحتدي عليها وهو لآخره فراحت في المهازة المركز المحترم جدا هذه الأستاذة المحترمة دخلنا عليها وهي بتشرح للأولاد وده بيبقى جزء من يسمعها الحضانة دامجة جزء من الأولاد هنا عندهم مشاكل صحية وجزء من الأولاد سلام لكن الحالة العامة أنه مصر فيها حاجات حلوة كتير فيها عظمة كتير فيها بيسموها ايه احترام كتير للأدمية أو حد ياخدك في سكة أنه مزء لا لما تيجي في مجمع زي ده مجمع كده بسيط لكن محتوى عظيم 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 شكراً حي الأسمرات شكراً لفكرة حي ده الإدمان اللي قبل ده ده الجهاز بتاع الإدمان نفسه أو اللي بيبقى مدمن بيروحوا تشوفوا عليه وشوفوا الدنيا ماشي ازاي ده الأستاذة نوها صدقي العلاقات اللي عامة وزارة التضامن بشركة أستاذ نوها جداً 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 أستاذة أماني جاد المديرك المجمع وفي الأستاذة ياسمين عصام برضو كانت مع الأستاذة نوها بشكرهم شكراً جزيل وكل الشكر لوزيرة التضامن السيدة نيفين القباش بشكر حضرتك جداً يا فنة بشكر حضرتك جداً وبشكر كل القائمين على في الوزارة وبشكر على المجهود اللي انتوا بتقوموا به والحقيقة انتوا بتعملوا حاجة محترمة جداً 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 شكراً جزيلاً يا فنة